بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن حال المسلم قبل الخروج للصلاة نعم الأصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد هذا أفضل وأكمل نعم يلبس أحسن الثياب يمشي وهو الأفضل أو يركب يمشي لكن في سكينة ووقار يعني لا يمشي إلى المسجد وهو يهرول أو مشمد أو يرفع الصوت بالكلام في التليفون فإذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليوم عند الدخول يقول الدعا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم اليسرى عند الخروج مع الدعا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نجعل المسجد مكان للبيع والشراء أو الحديث عن الدنيا حديث عن السياسة أو البحث عن الأشياء المثقودة يقول فقط سيارة دراجة نارية مثلا إذا دخلت إلى المسجد وكانت الصلاة قد أقيمت الإمام بدأ بالصلاة تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام وإذا الصلاة لم تقم بعد تصلي تحية المسجد السنة قبلية ذكر لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر مثلا قبلية تحية المسجد السنة قبلية قبلية تحية المسجد السنة قبلية الأولى لا تكبر تكبر تكبر